ارميهم جوة الشراب وارتحي من اكبر مشكلة حرفيا بتقابلك في فصل الشتاء الفيديو النهاردة تدابير منزلية ومطبخية هتفيدك جدا افكار برا السندوق حيالو افكار لن تستغني عنها خصوصا في فصل الشتاء يلا بينا نصلى على النبي علشان نغد السواب والحسنات السوا ونشوف مع بعض التدابير الحرفيا هتوفر وقتك وكمام مجهودك وكمام فلوسك خصوصا زي ما قلتلك في فصل الشتاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مشكلة بتقابلنا كلنا كالستات بيوت معظمنا كده بيبقى عنده طاقم القهوة او الشاي باللبن او عموما الفناجين ولكن في او معظمنا برضو مش كلنا بيبقى مثلا مش عارف راتبها وازاي ينظمها جوة المطبخ او حتى جوة النيش والبوفيه انا هقولك فكرة سهلة جدا ان مهما تحرق النيش لقدر الله بعد الشر يعني هتوفر عليك حاجات كتير هتجيب اللي بقى تبدأ ان انت تحطيهم في اتجاه واحد بالطريقة دي هنجيب او الفنجان معنا ونبدأ ان احنا نثبته كده وهنيجي من عند الايد وندخلها جوة الفنجان بالطريقة دي بحاول كده ان انا اقرر معاكو علشان تاخدوا بالكم ازاي انا ببدأ ان انا انظمهم هجيب الفنجان دا كمان وهبدأ ان انا احطه بالطريقة دي تاني بالطريقة دي واخر فنجان برضو بنفس الطريقة وبكده انت نظمتهم بطريقة حلوة جدا جمدين جدا مستحيل يقعوا من بعض او ينفقهم او لقد ان لا لو انت بتحركي النيش من مكان لمكان او بتفكر ان انت تردت به وتروى ايه وتنفضي هتشيليهم بكل سهولة وهترجع تاني تحطيهم بكل سهولة من غير ما تقصري اي حاجة كمان لو تكلمنا عن الشكل الجمالي فهو الترتيب دا بيدي شكل حلوة اوي لنيشو للبوفي وكمان للمطبخ وكمان بالطريقة دي هتوفري مساحة وتقدري كمان تحطي حاجات كتير جدا جدا جوا نيشو بوفي ودلاب المطبخ بما ان رمضان قرب وكل سنة وانتم طيبين رمضان كريم علينا جميعا يا رب العالمين تقريبا كده كلنا بتبدأ ان احنا نقصر البلح اللي هو الطمر قبل رمضان علشان نبقى عاديين فاضين فاقعي تستغني عن النوا حبيت جدا ان انا اقول لكم الفكرة دي قبل ما تشتروا النوا بتاعة الطمر ما تستغنيش عنها هتبدأ تجمعيها في كيس وبعد كده هتجيب علبة زي دي هتحفظ التلاجة يعني وتبدأ تحطي جواها الطمر لما تيجي تسوي لحمة بتاخدي نواتين من دول وبتحطيهم معا اللحمة حرفيا لو اللحمة بتستيوه معاك في ساعة ونصف فهي هتستوي في ساعة وربعة او في ساعة كمان اعتمدية يعني من الاخر بيزود يعني بيصرع من سواء اللحمة طيب لو عندك لمون ما ترمهوش احفظه في التلاجة ليه استخدامات كتير قوي زي ما قلتلك في الفيديوهات اللي فاتت اما الاستخدام بتاع النهاردة فتقريبا ان شاء الله يعجبكو جدا لانه استخدام يومي هتجيبي اشري اللمون اشري اللمون اللي احنا اصلا خلاص المفروض بنرميه ده كنز ما ترمهوش ليه استخدامات كتير جدا نبدأ ان احنا نقطع نصف اشري بالطريقة دي نحط شوية ملحة على البيض وبعد كده هنحط اشري اللمون الموضوع ده بيساعد انك لما بتيجي تسلوء البيض بيبقى ريحته حلوة جدا جدا ومش بهين قصر كمان وبتبقى الصفارة بتاعة البيض الصفار يعني بتاع البيض بيبقى لونه فاتح مش غامل اعتمديها طيب الشرشوبة مشكلة بقى بتقابلنا كلنا كستات بيوت مهما تبان ان هي نضيفة فهي مش نضيفة خالص الفكرة اللي هقولها لك النهاردة هتخلي يعني مهما كان عدد الشرشوب اللي عندك في البيت عندك شرشوبة او عندك اتنين فهتبقى بيضة بياض السلج هتحط يا اول حاجة خل وبعد كده هنحط كلور وبعد كده المكون السحري اللي هو مسحوق الغسيل بتاع الغسيلة بتاعتنا هنحط عليهم ايه يا اسراء هنحط عليهم حوالي ربع كباية من صبون الموعين هنقلب الكلام ده كله سوا نعايز اقول لكم اصلا ان صبون الموعين ما اتكلم عن كلور مع مسحوق الغسيل كنزة هي دي الوصفة السحرية ولازم بقى مياه مغلية ونبدأ نقلب كده الخليط ده مع بعض وارجع تاني واخد المياه اللي في البرات كلها تقريبا اهم حاجة ان الطبق اللي هتنقافي الشرشوبة يكون صغير ليه لاننا مش عايزين ان احنا نملاه مياه عايزين كده ايه الخلطة ان احنا عاملناها تبقى مركزة في المرحلة دي بابدأ ان انا حط الشرشوبة المياه كانت سخنة فهبدأ ادور على حاجة انا عندي المعلقة الخشب دي اصلا مقصورة فمش بستخدمها في الطبق بستخدمها في الحاجات اللي زي دي هبدأ ان انا انقع او ابدأ ان انا اغل في الشرشوبة كلها بالخليط اللي انا عاملاه بالطريقة دي طيب لو اول مرة تشوفوني انا اسمي اسراء فتح ولو وصلت لحد هنا ياريت تدعميني بالاشتراك في قناتي علشان قناتي تكبر بيكم كمان ايه وعدين ستضغط لايك وشير وتشارك الفيديو ويا اصحابك وحبايبك هبدأ بقى ان انا اضغط على الشرشوبة كده علشان اوصل الخليط ده لكل النسيج بتاع الشرشوبة طيب بعد كده يسرق بتقنعيها المدة ساعة ونص بالزبط في المياه المغلية دي بعد كده بشطفها تحت الحنفية بالمياه العادية جدا واماجي انشرها على الحبل ببدأ ان انا اربطها يعني اربط اربع خمس خيوط من دول وانشرها بالطريقة دي من غير دبابيس اللي هي المشابك ومن غير اي حاجة خالص سبيها كده بقى تتشمس وتنشف خالص حرفيا هتلاقيها كأنها جديدة لنج ورحتها حلوة قوي اعتمديها هاتي شراب وبامبرز وتعالى ما اقولك على حتة فكرة ان شاء الله تعجبك جدا اول حاجة بنبدأ ان احنا نجيب شراب وهبدأ كده عند المكان اللي بجعني في جسمي او المكان اللي تعبك بعد الشر طبعا لا قدر الله مثلا لو انت بتقسلي موقعين كتير او كنت غسلة سجادة او عموما عندك رطوبة في مفاصل الايد في رجلك في اي مكان في جسمك هتبدأ ان انت تلبس الشراب كده في ايدك وفي رجلك او المكان اللي تعبني هتجيب البامبرز ونبدأ ان احنا نلفه بالطريقة دي طبعا دقلت الشراب تحت التشيرت علشان انا مش عايزة اي هوى خالص يدخل للمكان اللي تعبني فهبدأ بقى ان انا اجيب البامبرز كده سبته وابدأ ان انا لفه المهم ان انا اديله لفه كده وابدأ ان انا اجيب البلاستر بتاع البامبرز وابدأ ان انا قفله في البداية هبدأ اقفله قفله عادية بس عشان اضمن ان انا ايه يعني اقدر ان انا املك ان انا اقفله كويس وهبدأ بقى ان انا اشد البلاستر جامد وبكده اقفلته كويس وفيش اي مكان مفتوح بالطريقة دي مفيش اي هوى خالص ليدخل لإيدي او للمكان اللي تعبني هسيبه المدة ساعة بالزبط طيب إيه اللي هيحصل الحرارة اللي هتيجي من تتمة الإيد بالبامبرز والشراب هتسحب كل الرتوبة الموجودة في المكان ده والرتوبة دي أصلا هي اللي بتكون تقريبا كده السبب الرئيسي في وجع أو تعب المفاصل بالطريقة دي انت هتحس بفرق شاسع وهتحس براحة غير طبيعية اعتمديها ولو حسن انت مستفيدة صل على النبي تاني علشان نغد السواب والحسنات السواب يلا نكمل الفيديو بس بإجراب التدبير دي علشان واسق ان هي هتعجبك ونشوف آخر تدبيرها معنا النهاردة الموضوع الأساسي بتاع الفيديو ارميهم جوه الشراب وارتاحي من أكبر مشكلة بتقابلك مشكلة بتقابل ستات البيت كلهم لما بيجي وخسلوا الشرابات بيلاقوا كل فردة في حتها الحل النهائي أو الحل الأمثل ان انت هجيب شراب كريستال أو نايلون زي اللي معايا ده وهنبدأ نعمل ايه يا إسراء هنبدأ ان احنا نحط كل فردة شراب في الفردة بتاعتها ونبدأ بقى ان احنا ندخلهم جوه الشراب النيلون أو الكريستال بالطريقة دي يعني خصص شراب مخصوص للشربات هتربطيه واتدخلي الغسالة وادعيلي بقى لان برضو هيتغسل وهينضفه جدا على فكرة لان نوعية الشربات دي بتدخل المسحوق بتدخل مياه عادي جدا وهيتغسله وهينضفه جدا ولما تيجي تطلعي الغسيل برا التلاجة مستحيل تلاقي فردة شراب ضاعة هنا ولا هنا فارميهم جوه الشراب وارتحي وبعد ما بتقلصي غسيل مش هتنفضي لأ هتبدأي برضو انت تطلعوهم بالطريقة دي هيتطلعوا معاك بكل سهولة بقى تنشوري الشرابات وادعيلي لان حرفيا نضافة وكمان توفير ان الشرابات تضيع منك وترجعها تشتري تاني او جوزك لقد الله يزعل اعتمد المواضيع دي واستطلعوا عن نبي لو التدابير عجبتك لايك وشير واشتركوا في قناتي اشوفكم على خير بإذن الله